كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجل فدعا ربه أني مغلوب فانتصر تصوير قرآني آسر لموقف عصيب يواسي المستضعفين إلى قيام الساعة ففي أشد لحظات انكساره لم يفقد نوح عليه السلام الثقة بالله وراح يدعوه بكلمات عظيمة يتجلى فيها يقين العبد بخالقه لبث النبي في قومه تسعمائة وخمسين عاما يدعوهم إلى عبادة الله الواحد الأحد ولكن ران على قلوبهم ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون كفروا به إلا قليلا منهم وأمعنوا في غيهم وضلالهم فانصرفوا عن الحق إلى عبادة الأوثان وأول المكذبين به زوجته وابنه نصبا له العداوة وتواعداه ومن آمن معه بالرجم قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا فلما يئس منهم ناجى ربه خاشعا متضرعا يدعوه دعاء من لا حيلة له أني مغلوب فانتصر فنصره العزيز الجبار عاجلا وأرسل الطوفان فأهلكهم ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر